فيلم انسبشن لصدر عام 2010 أيضا فيه تلاعب بالزمن ولكن يتلاعب بزمن آخر لم نتوقع البحث فيه من قبل زمن الأحلام وحتى الأحلام التي داخلها هذا المجسم اللي ركت شوفوا عندي هنا هذا المجسم كان الاختبار الوحيد للبطل كي يميز هل يحلم أم أنه في الواقع المرخص أن مهمة الشخصيات كانت اختراق عقل شخص ما لسرقة كلمة سر توجد في خزانة في عقله لكن الأحداث تجبر البطل على حبس نفسه في حلم داخل حلم يمر فيه الوقت أبطأ من الواقع بسنوات فيمضي خمسين عاما من الوعي مع خيالاته والتي تمثلت له في زوجته المنتحرة وأبناءه